ومن ضمن المباحثات استضافة مصر لقمة العالمية للمناخ فيه طبعا زمحاتكم عارفين فيه نوفمبر 22 ان شاء الله ربنا يدينا جميعا العمر هل دي بس كانت الاجتماعات؟ طبعا لا فخامة رئيسة بناديله الصحة لا يكف عن عقد الاجتماعات مع قيادات العالم وقيادات الاقتصادية ورؤساء الشركات وما إلى ذلك هتلاقي على سبيل المثال وطبعا ده اجتماع شديد الأهمية أظن ننفوتكم وحضرتكم يعني لقطين الحتة دي لقاء الرئيس السيسي مع رئيس وزراء اليونان أيها مش احنا لمصر عملت حاجة اسمها منتدى شرق المتوسط هل هينفع نقعد من غير ما نقعد مع أخواننا اليونانين يعني؟ استحالة ده معنى ايه؟ معنى ان في حاجات كتير احنا عادينا عملين بنكملها سوا والطريق بتاعنا الحمد لله ممهد للمزيد من التقدم للمزيد من التعاون تطرق اللقاء بالمناسبة لبحث العلاقات الثنائية والتطور الملموس اللي بيشهده التعاون الثنائي مصر اليونان اليونان مصر في مختلف المجالات وأكد رئيس الوزراء اليوناني على ايه بقى؟ على الدور المصري البارز في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة في منطقة المتوسط ده كلام رئيس الوزراء اليوناني مش كلامي انا مش كلام حد ده كلام الاخ الفاضل رئيس وزراء اليوناني هو اللي قال بس كده طبعا لا يعني الرئيس اجرى حوار مع بيدرو سانشاز رئيس وزراء اسبانيا ايه الجمال ده؟ والله العظيم طبعا زي ما احنا عارفين ده كان على هامش نفس دات القمة الليه قمة الاوروبية الافريقية في بروكسل وتستمر اللقاءات والاجتماعات والمباحثات والحوارات اللي بيعقدها الرئيس في النهاية لمصلحة حضرتك لمصلحة حضرتي لمصلحة مئة مليون او اسموهم مية وخمسين مليون او مش عارف اخر تعدادها يطلع كام وخفوا شوية ربنا يبارك لكم يعني اسرة صغيرة تسوي حياة افضل سايق عليكم النبي فكروا فيها بالعقل وهنبقى نتنقش فيها مرة من المرات بالتأكيد